على طاولة واحدة اتفق وزراء داخلية الأردن والعراق ولبنان والنظام السوري على تأسيس خلية أمنية لمكافحة المخدرات العابرة للحدود تعتمد على مبادئ التعاون الأمني والاستخباري لملاحقة المصنعين والمهربين ويرتبط نجاحها حسب وزير الداخلية الأردني على جدية تعاونهم في محاربتها تعني بتبادل الخبرات تعني بالتدريب تعني بالقدرات وتعني بشكل رئيسي أيضا في موضوع متابعة المعلومات سواء السابقة أو اللاحقة والتسليم المراقب اللي هو تتبع الشحنات الخارجي من الدول إلى وجهتها النهائي بدون جهد تنسيقي مشترك من قبل دول مجتمعة لن يكون هناك نتائج كالنتائج التي نصبوا إليها يخوض الأردن منذ سنوات طوال حربا على مصنعين ومهربين ينتمون لميليشيات إقليمية يتخذون من الجنوب السوري منطلقا لهم وهنا تطرح تساؤلات المراقبين حول مدى قدرة النظام في سوريا وجديته في مواجهتهم أعتقد أن الأردن وهو البوابة لدول الخليج هو الذي يدفع كثيرا من جهده الأمني والعسكري والرقابي لمنع هذه الألافة نأمل أن يكون هناك خروج لكثير من القرارات المهمة القابلة للتنفيذ وليس مجرد القرارات التي تعلن من قبل الصحافة وتبقى رهانات عمان السياسية والأمنية معلقة بشأن إرادة سورية حقيقية للسيطرة على جنوب ملتهب يدفع الأردن كلفا باهضة بسبب الانفلات الأمني فيه إذن هي خلية أمنية عربية مشتركة لمكافحة آفة المخدرات في دول الجوار السورية يعتمد مدى نجاحها حسب مراقبين على جدية النظام السورية في ملاحقة مصنعيها ومهربيها جنوب بلاده حيدر العبدالي الحرة عمان